موسيقى 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 وطالب لمواجهة تأثير ايران الخبيث في العراق كما وصف التقرير طبعا مشاهدينا ثورة تشرين تستمر بutterolina موسيقى موسيقى خاصة بعد قضية قتل قاسم سليماني وابو مهدي المهندس دخلت مجموعات كبيرة من الميليشيات بهدف تخريب المظاهرات والاعتداع على المتظاهرين تم حرق القيام وتم ضرب واعتداء وحتى استهداف متظاهرين أدى إلى مقتل البعض منهم طبعا نتابع مع حضراتكم هذا المقطع لتشييع أهالي الناصرية الشهيد محمد سلمان الصالحي في مدينة الناصرية بعد إطلاق النار عليه من قبل الميليشيات التي شيعت جنازة رمزية لقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس طبعا في محاولة لاقتحام ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية فلنشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لأنه رفض أن يتم تشييع حتى وإن كان رمزيا لإرهابيين مثل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس دمر البلد أسهما في قتل العراقيين وكان صوت العراقيين رافضا لوجودهما ووجود إيران معهما التي تقود هذا المشروع التدميري في العراق قتل هذا الشاب استشهد بهذه الطريقة لأنه رفض أن يتم عمل تشييع رمزي لجثماني إرهابيين في العراق في مدينة الناصرية التي واجهت بصدور عارية إرهاب الميليشيات وإرهاب إيران وإرهاب القوات الحكومية يقمع العراقي لأنه يرفض الوجود الإيراني وهذا يثبت حقيقة أيضا النظام الحاكم في العراق الذي يسمح بوجود هذه الأمور ويسمح بانتشار الميليشيات وبسفك دماء العراقيين البرلمان العراقي الآن أو البرلمان في العراق الآن هو برلمان يقف مع المشروع الإيراني يدعم ما تدعو إليه إيران يدعم أحلام وطموحات إيران لم نرى هذا البرلمان يقوم بعقد جلسة طارئة لمناقشة موضوع شهداء المظاهرات بل يطالب بإقرار قانون لإخراج القوات الأجنبية طبعا وهنا يقصد الولايات المتحدة لأنها قتلت إرهابيين مثل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وطبعا هذا إرهابيين ليس وصفي هو وصف هذين الشخصين بالنسبة للعالم هم إرهابيان دوليان لم يقوموا بطلب إخراج إيران على الأقل من العراق في الوقت الذي كان يطالب فيه الشارع العراقي بكافة المحافظات العراقية بخروج إيران من العراق وأدواتها لم يقوم هذا البرلمان ولذلك حقيقة الآن ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم بعنوان البرلمان العراقي لا يمثلني وهناك أيضا باللغة الإنجليزية كذلك كنوع من أنواع نشر هذا الوسم بشكل أوسع لإصال الفكرة إلى العالم أن هذا البرلمان ليس برلمانا للعراقيين ومن فيه لا يمثلون الشعب العراقي طبعا مشاهدين المتظاهرون أيضا في ساحة التحرير في بغداد أكدوا استمرارهم بالتظاهر والاعتصام حتى تحقيق أهداف ثورة تشرين فلنشاهد مشاهدينا الكرام نبدأ مع أول اتصال لدينا في هذه الحلقة سيد أبو عبد الله من لندن تفضلي أبو عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي محمد تعرف نور المالكي عندما كانت الحكم ذهب إلى واشنطن وخطب خطبة أمام الكونغرس فقال للأمريكان نشكركم على التحرير وطلب بقاء القوات الأمريكية وبالأنف يشتم الأمريكان على أساس هو وطني وضد الاحتلال الأمريكي ويدعو إلى إخراج القوات الأجنبية من العراق تعرف حتى يعني الإيرانيين هم خامنة إيران سجاني خاتمي كلهم قالوا لولا طهران ما سقت بغداد وكابل وكان الإيرانيين طبعا ينكرون أي تواجد إيراني على أرض الإيران يعني وعادل عبد المهدي يوم مقتل المقبور قاسم شليماني المجرم قال كنت أنا على موعد مع سليماني أن أعطيه رسالة ينقذها إلى طهران يعني هو هذا يدل يعني قاسم شليماني لماذا يفعل في الإراق ولماذا يتحرك دمشق إلى بغداد طهران فهذا المجرم الأمريكان أعطوه مجال كثير أن يقتل ويبتش فالآن يعني مالكي يريد أن يظهر للشعب العراقي على أساس هو من ضمن الاحتلال والغزو الأمريكي على أساس الوطني وعراقي ويأخذ تواجه من أجنبين فالتناقض يا أخي محمد الآن المظاهرات سرخوا المليارات جوعوا الشعب العراقي فأخذوا أبناء الطائفة الشيئية أخذوا أبناء الجنوب لقتل أبناء الوطن في مونسل وفلوجة ورمادي فالآن يريد أن يظهر نفسه على أساس أنه وطني وشريف وأصيل فأنت قل يعني الشعب العراقي لماذا انتفضوا لماذا الآن الانتفاضات في ساحة التحرير هو ضد نوري مالكي ضد جعفري ضد عادل عبد المهدي فحتى يعني الأمريكان فالإيرانيين الآن هم أمام ثورة ورطة شديدة الآن إيرانيين يعني يقولون أخي محمد إن لم يردوا على على مقتل سليماني فمعناهم جبلاء وما عندهم غيره وشرف وإن يردوا فترام قال سأسحقكم سحق يعني قال أنت 52 هدف يعني أبو عبد الله هذا الكل اللي تفضلت بي حضرتك كلام سليم لكن في النهاية إذا نتفرج على النتائج ونتابع الأحداث اللي أو نتابع ممكن شيء صير نتيجة هذا التصريح أو هذا التصعيد من إيران أو من أمريكا نرى أن الضحية سيكون المجتمع العراقي لأن هناك إن كانت هناك نية بافتعال حرب ستكون الساحة هي العراق ومن يشجع ومن يشجع على قيام هذه الحرب هي الميليشيات اللي تسمى عراقية اللي تابع لإيران وذات الولاء الإيراني ومن يسمى بالسياسيين اللي موجودين في البرلمان أو في المنطقة الخضراء اللي أيضا ولاهم نصهم الإيران أو تلتة أرباحهم الإيران وربع الأمريكا بالنهاية هناك من يريد أن يفتع الحرب تكون الساحة العراق وهذا الموضوع طبعا سيؤثر على ثورة تشرين وعلى المظاهرات برأيك ليش هاي المساعي المستمرة حتى يظل العراق ساحة صراع وساحة حرب أخي الكريم محمد هو من يوم غزو أي أمريكا يوم ضرب القوانين الدولية بعرض الحائد وجاءوا إلى غزو العراق يعني هم ألقوا اليوم على قبور أحمد شلبي قالوا أحمد شلبي جاء سبتنا كنا نفع له ثلاثمائة ألف دولار هو الذي أعطانا معلومات خافية بشأن أسلح لو علاقة بتنظيم القاعدة فشعبنا يوم الغزو يستنفف داما فالشعب الخاصة من أهل الجنوب أن يضربوا بالنعاذ بالأحذية على رأس سنون مالكي وعبد المهدي هؤلاء الخوان الذين سارقوا المليارات وقتلوا وخوانا وقتلوا الشعب الإيران وسارقوا خيراتي وانعقلوها إلى إيران أن لا ينخبع ضر أخرى بهؤلاء الحسالة وأن ينسي ذاته مع أولاء ويقاتوا للغزان فأنا أتمنى أن يكون معركة إيران وأمريكا من خارج الأراضي العراقية وأن يحصل نعم شكرا أبو عبدالله كنت معنا من لندن عثمان من أمريكا تفضل يا عثمان السلام عليكم أستاذ الحمد الغالي إن شاء الله خير وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله أهلا وسهلا الله يحتضل سيد الكريم طبعا الأحجاب التي متواجدة حاليا نعم الآن هم هدفهم هدفهم الانتقام من الشعب العراقي يعرفون أن هم مراحلين وزائلين لا محالة ويعرفون جيدا أن التصويت على هذا القرار اللي هو يعني يصب في خروج القوات الأمريكية أو قوات التحالف تمها ما شئ نعم هم يعني مقصودة نحن حقيقة نحن يعني لا يمكن يعني نتمنى ندعو من الله أنه يبقى العراق مستقل وحر لكن لكن تمنطق يمتح على عليا يعني بعض المشاهدين يدعون علي يعني صراحة يعني أفضل أمريكا أفضل مما تكون إيران على أقل أمريكا هذا مطامع اقتصادية فلي يبقون يا أخي أحسن مما واحد يقتلك فعلا فعلا هذا الكلام رح يزاءل الناس منك عذرا أنا أنا ما أقول لا لا ورأيك 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 نعم ولا يعني ولا أنا أجزم به لكن أخذها من غير نظر أنا أستاذ العزيز أنا لا أقل أنه أقول هذا الذي أريده أنا لكن أقول يعني أقول نحن محتلين محتلين طيب لكن نحن نريد يا أخي نريد إيران نريد سيد عثمان نحن نقول أنه نحن هذا واقع الحال نحن نمشي ورأي الأغلبية والأغلبية حاليا هو الشعب العراقي ودائما ما كان طبعا والشعب يقول أنه نريد لا أمريكا ولا إيران تدمر بلدنا وتدخل بشؤوننا وتسيطر علينا الحكومة الموجودة حكومة عبد المهدي المستقيلة والبرلمان الموجود حاليا يعني وراء ضربة قاسم سليماني بدأ يتحرك على موضوع إنهاء الوجود الأجنبي في العراق رغم أنه هذا الوجود حمى الميليشيات وحمى الأحزاب وحمى هذه الحكومة من الاحتلال ولغاية هذا اليوم ما معنى هسه يطالبون بإخراج القوات الأجنبية والعراقيين صوتهم يبس وحلقهم نشف وهم دي صيحون بالشوارع اللي النهار لا يريدون أمريكا ولا يريدون إيران وإيران بالتحديد ليش هس تحركوا نعم نعم فيدر كريم أكيد أنا بلت لك لأنهم دائلون لا محالة وبقاءهم هذا أمر مجرد يعني سويعات سرع يعني قياسا بالفترة اللي هم حكموا بيها هم ناس إيرانيين والدليل حتى هذا المهندس لما رجع رجع ملتوس بعالم إيراني وراح هناك دفناه بمشهد وان يستحقين دفن نعم نعم حقيقة الحمد لله هذا دليل كافي للأخوان يعني سنة الوشيعة أو فسيحيين بكل طوائف لنحنا كشعب نعم نحن نريد نستقل أوكي لكن أنا من تبت المثال الأول لا أقصد فيه هو يعني كقراري أو قرار شعب لا أنا أقصد غير مقاصد نعم لكن أبين والشعب العراقي خاصة لطالما الشعب العراقي أول من يكسر شوقتهم دائما الشعب العراقي والتاريخ يشهد ونحن يجب علينا الإعلام يا سيد الكريم نركض على الإعلام إن إعلامهم حقيقة أنه يوصل ونحن إن شاء الله في أمريكا سننظم تظاهرات سننطلع أمام أمام البيت الأبيض نعم لكسر أو لتقطيع أجنحة المد الفارسي في العراق سألقى رجع الظاهرات إن شاء الله شكرا جزيلا سيد عثمان كنت معنا من الولايات المتحدة الأمريكية أبو محمد من تركيا اتفضل يا أبو محمد نعم وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني نحن نحن نقول يعني اتجاه العملية السياسية ذرمتها نعم هؤلاء الأقزام الذين أتوا بعد الاحتلال هم جاءوا يخطط خبيث وأنت تعرف الأحداث من التالية نعم من ولاهم المطلق لأمريكا وبعدين ولاهم لإيران بل هم عبيب لإيران نعم وخصوصا هذا المجرم المالكي اللي عبث في أمن العراق وقتل وأغتال وأخفى الكثير من المسلمين ومن شباب العراق نعم الآن هم يتفجحون بمقتل ومهلك هلاك هذا السليماني الذي عليه من الله ما يستحق نعم التحق بسلفه المقبور قميني نعم الآن هم يريدون أن يفتعلوا حالة جديدة ويقولون أنه والله من يعني مضحك مبكي هذا ألا يستحق هذا المالكي ألا يخجل يعني هو يذهب إلى أمريكا في جيارات متعددة ويؤدي التحية للجيش الأمريكي ويشكر الكونغرس الأمريكي والآن يتفجح يقول أن أمريكا غادرة ما هذا الهراء يعني أنت نعرف أنت صغير من صغار إيران وتمثل المد الصفوي التي افتاح العراق خلال هذه الفترة نعم هذه مغربة مغربة على العراق أخي الكريم هما يعني أسلافهم كان لهم يعني خبز في العراق أخي الكريم العراق جمجمة العرب نعم عملوا له الحرب العراقية الإيرانية التي دخلناها مضطرين وهي حلقة مهمة بالدفاع عن الأمة والله كانت حلقة مهمة للدفاع عن الأمة والآن العراقيين يدفعون ثمن وقوفهم سؤال سيد أبو محمد أبو محمد سيدي إذا تسمح لي يعني هل من في السلطة الآن من يمكن أن يطلق عليهم مصطلح سياسيين هؤلاء الذين يحكمون في العراق منذ 2003 هذه الأحزاب هل عندهم القدرة أن يتحملون حجم العقوبات الأمريكية اللي ممكن تفرض عليهم ويتحملون نتيجة تصريحاتهم وتهديداتهم لمن جاء بهم أصلا إلى العراق ومن حماهم طيلة هذه الفترة الماضية هل تصريحاتهم هي على قولتهم بالعراق يقولوا فعل وبس مجرد تصريح إعلامي حتى يخدرون بجماعتهم وراء الضربة القوية اللي تلقوها من أمريكا على قتل المهندس وسليماني والله في هؤلاء يعني فرهات هذا الكلام فرهات من هم باتجاه أمريكا من هم هم من جلبتهم أمريكا من شتات الأرض كانوا مثل ما يقول العراقيين دايحين في في شتات الأرض ولمدتهم أمريكا وجدت خلتهم لها فحجم يتكلم هذا فايط الشيخ يتكلم يتكلم عن هؤلاء السياسات هو منهم كل هؤلاء اللي دخلوا بالعملية السياسية بعد الاحتلال بلا استثناء حتى اللي حتى اللي هنا وياه أن يكون جيد المفروض من السنة الأولى لو كان يحمل ذرة من الشرف لن يبقى بالعملية السياسية أبدا خصوصا هؤلاء اللي حسبوا على السنة واللي دمروا أهل السنة هم هؤلاء المقتل فيهم هم الذين دم كيف يقبلون هذا التراجع الأخلاقي والقيمي العاملي والمهندس وسليماني يسغلونه جنوب العراق كم قتلوا من شباب العراق المتظاهر في ثورة تشرين وما طلع برلماني واحد عليهم بالبرلمان ينتقد هذا الإجرام مو ينتقد يطلب بطرد إيران اللي يطلع العراقيين العراقيون خرجوا بالشوارع يطالبون بفروجها ما طلعوا سيد الحمد هو اللي اللي على مرسى طعس سنة من هدر الدماء وهدك الأعراض وما صارت غيرتها أن تتحرك الآن تتحرك في ثورة تشرين هاي ثورة الشعب الآن اللي هي اللي ستتحق هؤلاء نعم صمود الشباب في ساحة التحرير وفي ميادين الناصرية والنجف وكربلاء وفي المصر هؤلاء هم الذين سيقررون مستقبل هؤلاء الخون الذين باعوا الضمير والله أقول لك أنا أناشد نساء هؤلاء والله إن كنا يحملنا من العروب ومن الإسلام ومن الشرف شيء والله لا يبقينا تحت هؤلاء بدءا من زوجة المالكي إذا كان عندها غيرة وشرف وإخلاق ما تبقى هؤلاء ليس رجال هؤلاء يعني مجرمين أتلا ستلا أبو محمد أنا أشكرك سيد أبو محمد كنت معنا من تركيا مشاهدين الكرام نذهب إلى فاصل قصير الآن ومن بعده نعود ابقوا معنا اشتركوا في القناة نقص في أكثر نقص في أكثر نقص في أهلا ومن بعده ندفع ومن بعده نين أهلاً بكم من جديد مشاهدين الكرام معنا الآن السيد صباح من أمريكا صباح تفضل مرحباً أخي محمد أهلاً وسهلاً حياك الله أهلاً وسهلاً الحمد لله أخي محمد نعم بالنسبة للقرار اللي أخبره مرحباً البرلمان أعتقد هذا القرار خطأ لأنه هي العالم كلها متغير تتوري شيء بدون أمريكا أنتوا جايين تخلون إيرانيين وطمحون أمريكان باتر الأمريكان يدخلون للعراق ويصيرون بيها حلنية يأخذوا كل العراق هذا هو صور قانون خاطئ أما بالنسبة للمتطهرين لا يستطيعون أن يفعل شيء للمتساعدة أمريكا نعم أنا صالي عشرين سنة لأمريكا أخي وعرهم دمرات أمريكا شنو الأمريكا تساعد مدأتي سيد صباح أنا عندي سؤال لحضرتك يعني خلنفترض جدلا أن أمريكا طلعت وهذا وافقه على القانون ورذخت للقرار العام وعمما طلعت خلنفترض جدلا ما الذي قدمته إيران سابقا وما الذي يمكن أن تقدمه بأدواتها في العراق يعني إيران اللي دمرت العراق واحتلتها وسرقتها بأدواتها بسياسيها وميليشياتها إذا طلعت أمريكا شا تغير بالعراق شا تقدم للعراقيين حتحقق المطالب اللي طلع بيها المتظاهرين أخي أخي إيران رح تدمر بعض العراق بعض أكثر وراح تحاول تقتل المتظاهرين وكميات كبيرة إيران دمرت العراق إيران تتقم من حرب العراقين 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 للسنة الثانية هذا اللي قاسينا نحن فإذا فقط أمريكا قد كد بيها شوية مجال نعم طيب يا أخي خطأ فروج أمريكا بالنقتل هذا الخطأ لأن إيران رح تأخذ العراق التوويين من محافظة أحتقد قرية من هذا وهذول اللي دي حكمون العراق هم صح بالعشم عراقيين وراح تدمرون العراقين وراح لفحنا للعراق هذول رح يتمرون العراقين نعم 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 أنا كل ما أشتر متظاهر في أبعد ذلك يفور هذول أخواننا نعم اللي أرجوم في المتظاهر تركوا أمتيفة قلت أطلبوا بأخراج كراهم كل أمريكان طيب سيد صباح أنا أشكرك كنت معنا من أمريكا معنا سيد أومي أزهار من بغداد تفضل يا أومي أزهار السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حييك وحيي هذه القناة العظيمة وعامل لها بالنسبة هذا البرلمان اللي يهتف بالإيران ويهتف بسليماني وخميني الآن هذا مو برلمان عراقي أصبح يعني على البرلمان إيراني وقاعدين لحكم إيرانيين فيعني أو إجا عادل زوية إجا يريد يسوي قرار وبالأصح إنه عادل زوية يعطن هو هو هسا جاعد يعني ما إلى أي سلقة أو يوقع على أي بقرار لأنه هو تصرف أعمال ما يصير يوقع على أي شيء لأنه هو منتهي إزاحة الوزارة منته يعني هي كلها كلها البرلمان والوزارة العصابات الموجودة اللعبة فيه لعبة فيه لعبة كلهم دا يلعبون على هل ألفا ديوم يعني بمكان ما هلبرلمان يقولون هذول الشباب الويني القاعدين بالشتاهم وحارهم وقاعدين بالشوارع يصيحون نريد وطن نريد وطن فديهم أحد جاب سيرتهم فديهم أحد راحلهم فديهم أحد قال هذول يخلي لك بيطلب إلهم كلهم مفكرين في جيوبهم ولا يهم شيء حتى إذا بات صار ما صار كلهم عندهم أموال خارج البلد وهو عوائلهم برّة وأولادهم برّة بس يخلقون جزتهم مشيرتون فهذول إحنا أمنا الوحيد في وقوتنا من قوة المتظاهرين الموجودين بالساحات وهو قوتهم من قوة رب العالمين وإن شاء الله تحقيق كل طلباتهم وهم راح يقيمون وهم راح يسوون البلد وهم راح يعمرون شكراً يا أم أزهار كنت معنا من بغداد وضحة الفكرة إبراهيم من أربيل تفضل يا إبراهيم مرحبا أهلاً وسهلاً أهلاً مرحبا تفضل يا إبراهيم وللساعدة المشاهدين ولقناتكم الكريمة أهلاً وسهلاً يا أهلاً وسهلاً أهلاً أنا ما أقدر أحكي أكثر من اللازم عندي الكلمات اللي أهدي إلكم وللساعدة المشاهدين تفضل كتبت قبل سنوات طبعاً لأنه أنا أعتقد أنه نجينا هذه الأيام مثل هذه الأيام اللي نشوف أقول في وطن غابة الشسوانز والقمر درجت علينا شردمة تتلول من كتب الألوان وتتبثار تجرعوا سموم الحقب منذ الصغر تسللوا في غفرة التاريخ تحت أقدام الهزاة رعاة البقر لينهبوا وطناً أخذ الخراجة من كل بقعة مر بها تحابة أو تقاطط على رواديها زخة بطر خطموا شعباً دانت لهم رقاب ملوك الغرب وأباطرة الشرق الأصفر وفرقوا أواصر أمتي ابتعد تحت حوافر خيولهم في الوغا حتى الثقر شفكوا الدماء تنهدر كالمطر حتى أرغموننا أن نترحمه على أيام المغول والستطر وشكراً شكراً يا سيد إبراهيم كنتم أنا من أربيل السيد أبو علي من وسط فضلي أبو علي السلام عليكم سيد الكريم وعليكم السلام تحية إلك وتحية لأبناء ثورة تشرين حياتي نحلي سيد الكريم بهذا النصب أني أتقدم بالتونية للجيش العراقي الباسد بعيد ميلاد التاسع والتسعين نعم ونقول إن شاء الله هو هذا الجيش اللي راح يحقق أمان العراق إن شاء الله مع المؤاخذات الموجودة لكن يبقى مدام هو جيش عراقي راح يبقى هو الجيش العراقي القوي الوطني مهما أثربه السياسيين حاولوا تحييده عن طريقه لكن سيرجع مثل ما الشباب رجعوا اليوم بينا روح الوطنية راح يرجع إن شاء الله الجيش العراقي الوطنية بيه ويعيد الأمجاد العراق طيب صراحة عن سؤالك يعني إيران ما قدمت لنا يعني هما حقزنا بين قوتين إيران وأمريكا نعم أمريكا ممكن تقدم للعراق خلينا دولة عظمى وقدمت اتفاقيات بصراحة بصراحة أن نكون صريحين هي اليوم الظاهي الظسمي للعراق يعني أي دولة تريد إزداء العراق بفلوسك غيرها أمريكا تقول عرفوها موهد طيب ما عندنا وأمريكا طبعا هي مطالحها وهذا من حقها لكن إيران شو ما قدمت لنا كل السلع اللي نشتريها بفلوسنا إيران تودي السلع الرديع جدا استوردنا كهرباء من إيران والكهرباء تجن الزبزبة وما بها فاجة وانسا هم يوم صدقاء أنه أمريكا لح ترفع أنه سماح للعراق بعد ما يستورد كهرباء من إيران حتى بالحقوبات يعني ماكو كهرباء السلع إيران شو نبطت العراقيين إيران وقفت كل المسترانة أو المعام إيران وقفت كل الاستثمارات اللي تهدف إلى خدمة الشعب وقفتها إلى استثمارات وهمية وسترقت أموال عن طريق الأحزاب الموجودة والحاكلة في البلاد من اللي كشف إيران اللي كشف إيران اليوم ثورة الشباب هذا أولا نعم لأنه كشف أنه اليوم اللي ما يريدهم هو هو إيران لأن قالوا بره بره إيران اللي راحوا وعبروا عظائهم بغض النظر أنه هذا يوم صحيح أو لا بحرق السفارات المنصليات الإيرانية طلعوا اليوم اللي دافع عنهم وليد الاقتحام السفارة الأمريكية كذلك مقتل سليماني والمهندس اليوم زبت أنه اليوم 700 شهيد ماتوا ما أحد مقاف في الوقفة هذة اللي وفوها ولبسوا كلهم أسود نعم كانوا الصورين المتظاهرين داخل البرلمان وهو سوا بأسماءهم وحتى دراك الجماعة جماعة مختلف صدر ساعرون قالوا نحن نريد نعتصم ببرلمان آخر شي لاعتصموا ولا شيء وليو أنس الأكل اليوم اعتصموا ووقفوا وصدروا ورارات قلوا هذة وين كانوا هذة في كريم كل اليوم صدرهم صدرهم وقالوا هذة هذة هم الطرف الثالث هم هذة عملاء ايران يعني ما قالوا يقول كلمة دائما يقولون المتظاهرين احترام اللي لليقاتكم واللي جمهوركم لكن هذا كل اليوم ثبت أنه هناك من يعمل ضد العراق لكن اليوم من ينهي ينهي السوار الموجودين اليوم اللي هم السلمي قالوا نحن لا مع امريكا ولا مع ايران نحن مع العراق وراح نعيد امجاد العراق لذلك اليوم اخواننا السوار الموجودين اللي دخلوا وشهرهم اللابع راح يكونون هم بناء العراق واساس العراق الجديد شاء الله واني أجد شكر لكم لهذا القناة ولي مع صورة الحر عبر منابركم شكرا جدين السيد لك الشكر والتقدير ابو علي كنت معنا من وسط السيد سعد من السعودية تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله والحمد لله والحمد لله الشعب العراقي عاد فياغة البكر في العالم تجاه العراقيين وأهل العراق الصرفة نعم والحمد لله سلميتهم الطيبة وبعد واجماءهم الطاهرة تطاعوا تغيير الفكر في العالم عن معنى الإنسانية وأشكركم يا أهل العراق والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك سيد سعد من السعودية الكناني من ميسان تفضل الكناني أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله العفو ممكن نشارك فضل حياك الله آه زاد فضلك أولا أنا لم أنتمي إلى جهة ولا مع هذه الحكومة الفاسدة اللعينة نعم هذا أولا ولله الحمد لم أصبغ أصبعي بمحضرة العار كما فعل الشعب العراقي أنا وأرحاني نعم بخلافكم حينما انتخبتم وأسسهم هذه الحكومة ثم انتظرتم عليها هذا أولا بخلافكم من تقصد تسع سعين أو تسع عشر من الشعب العراقي انتخب بالانتخابات من اشترك بالانتخابات هذا شيء لا يمكن ماشي خلي أسمعك للأخير تفضل كمل نعم خلينا أكمل يوم يكمل تفضل ثانيا أرجو أن تكون إن شاء الله عبدكم جاء وعند فضع اتصالي إذا لديكم الياقة في مواجهة الرأي المخالف لديكم أسمعك يا الكناني تفضل كمل للأخير واضح المسألة اللي أنا أتعجب على بعض من الشريحة العراقية على موقفهم هذا من الإيرانيين يا بلية شي فورس أي زمن حكومة صدام حسين طيب أمريكا حاصرتنا وخلت علينا حصرة لقمة الخوز طيب وبعض اللي نعرفهم من بعض المخابرات ومن بعض حقائط الفزاة الداخل الخارجية في زمن حكومة صدام حسيني يعرفون هذا الأمر جيدا طيب واضح نحد وقف مع الشعب العراقي إلا الإيرانيين المسلمين فورس طيب كانوا وزراني يطيرون من طريق من طريق مهرأ من شاهد ورحون لأوروبا لطيب أحسيني لا تعد للماضي احشي لي بالحالي احشي لي بالوضع لا 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 اسمع لا تقاطعني أرجوك أنت عندك للاقة دعني ربعك يساعدوك لديك للاقة ترجح حالي يلا بوي كيف واضح كيف أقول لك لا تقاطعني الماضي هو الماضي الدفينة اللي أذاني لا شيء الآن الماضي نعرفه ويعرفه كل العراقيين نحن يعني العراقيين العراقيين اللي طلعوا بالمظاهرات واللي انكتل منهم أكثر من ألف واحد استشهدوا وخذ أكثر من 28 أكثر من 28 اسمعني اسمعني لا تاكننا بالكلام اسمح لي أكثر من 28 اسمح لي يا أخي خلا وصل فكرة 28 ألف لا 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 ذول دماء شهداء لازم تنذكر لازم تنذكر وبعدين حضرتك تكمل كلامك أكثر من ألف شهيد و28 ألف جريح سقطوا من أعداد بمئات الآلاف وصلوا إلى أكثر من مليون مظاهرات مستمرة حضرتك ما عجبك أنه هما ميريدون إيران شو تريد لعني لا 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 اسمع ابني اسمع مو مبوحي اسمعني 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 صار صار على راسي صار خلقي فضل اكتبوا أيام سبعون كلامي كنت مضي جو جو علماء أهل السن فرش شو تريد تواصل شو تريد تواصل شنو بس فهمني حضرتك تريد تواصل شنو روح البابو بحنيفة وقل لها بره بره يا إيران روحي عبد القادر القيلاني قل لها بره بره يا إيراني روحي لحمد بن حنبل وقل لها بره بره يا إيراني طيب عبد دعنا نكمل دعنا نكمل تفضل السعودية حاصرون على لقمة الزاد وقساومون على عراض نسواني طيب ومحد وقهويانا إلا الإيرانيين خلصت كل الشيشن هذه ما تفتحون خلصت خلصت لا موجود لم نقطع الاتصال أنا كنت أود أن أكلم السيد الكناني يقول 99% شاركوا بالانتخابات هذا كلام غير صحيح وآخر الانتخابات قطعها العراقيون بأكثر من 82% هذا واحد يقول العراقيين بفترة الحصار إيران اللي ساعدتنا وإيران اللي وكفت إيانا إيران ما الذي قدمته للعراقيين منذ 2003 ولغاية هذه اللحظة من يحكم الآن في العراق هم أحزاب إيران وأتباع إيران دمروا البلد وسرقوا ثرواته انتحدثنا على أعداد الفقراء اللي تحت خط الفقر في العراق تجاوزوا ثمانية ملايين فقير في العراق الآن هذه وفق أرقام حكومية لدينا خمسة ملايين أرملة ولدينا عدد مضاعف من الأطفال الأيتام بقرب هذا العدد تقريبا كم سرق من أموال العراق أكثر من التريليون دولار أمريكي اختفت من أموال العراقيين واعترف سنان الشبيبي محافظة البنك المركز السابق قال للعراق أموال فقدت باستطاعتها أن تبني البلد لثلاثين سنة قادمة طيب ما الذي قدمته أحزاب إيران لو كانت إيران بلد خدم العراقيين وقدم للعراقيين لما خرجوا عليها يطالبون بخروجها من العراق لو كانت إيران بلد مصلح بلد هو الذي فعلا دعم وهو الذي احتضن العراقيين وهو الذي عمر وبنى لما خرج العراقيون لرحيله العراقيون لم يكونوا للحظة واحدة ناكري جميل يتذكرون فضل الناس عليهم ويتذكرون من الذي ساعدهم ومن الذي وقف ضدهم ودمر بلدهم وهم يعلمون جيدا أن إيران الطرف الخبيث الذي يقف خلف كل هذه المشاريع التدميرية التخريبية في العراق عن طريق أدواتها أن كانت أحزاب وأن كانت ميليشيات الأرقام تطول حول الفساد الذي دعمته إيران ورعته في العراق وحول الميليشيات التي تدافع عن إيران وتدمر وتقتل في العراقيين وعن الأحزاب التي تتحدث باسم إيران وتدمر وتسرق ثروات العراقيين السيد الكناني يبدو أنهم متحامل بعض الشيء دخل بشكل عصبي حقيقة تجاوز الحدود في بعض الأحيان لا مشكلة لكن تحدث بشكل موضوعي حضرتك داخل ددافع وأهملت حقوق ومطالب ملايين العراقيين الذين يدعون إلى خروج إيران من العراق حضرتك لك كامل الاحترام والتقدير لكن من تكون أمام ملايين العراقيين الذين يطالبون بخروج إيران لك رأيك لكن أنت لا تمثل شيء أمام رأي الإجماع والكتلة الأكبر وهي الشارع العراقي الذي يطالب برحيل هذه الأحزاب إسقاط هذا النظام ورحيل إيران بميليشياتها وأحزابها وأذرعها وخروجها من العراق السيد عيسى من الجزائر تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا على هذا البرنامج حياك الله أنا أسمّن وأقدر هذه الضربة من ترامب لهذا المجرم الذي أباح وقاتل في سوريا وتجول في العراق فراحة أنا أقدر هذه الضربة وأكن لها كل الاحترام نعم وفي النهاية تصبحنا لخير شكرا جزيلا عيسى كنت معنا من الجزائر عدنان من الكويت آخر المتصلين بعد ذلك نقرأ الرسائل عدنان تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله التحية لقناة الرافدين والقائمين عليها هذه النات التي صراحة تنضب في الأساس أنه لا يأتي في قلوب شباب العراق وحييها من كل الغلب أتمنى على الأساس أن أشرح المداخلتي وأستكملها باختصار تفضل لك الوقت إن شاء الله المجهد السياتي الآن في العراق يدور حول العملية السياسية في العراق نفسه وهي تمر في أربعة أركان يعني الركن الأول يعني قانون الأحزاب وهذا تم تفصيله على مقاس الأحزاب الموجودة بحكومة العراقية الآن التي مؤيدة من حكومة إيران الركن الثاني قانون الانتخاب قانون الانتخاب هو القانون جاء ليخضل هذه الأحزاب ويشرع لبقاء أهل السيطرة على مقدرات العراق بصورة تجعل من هذه الدولة الأميرة المتشكلة في هذه الأحزاب في داخل دولة وهذا الذي يسيطر على توجيه الصلاة الثلاثة مما يخدم مصالح الحكومة ملالي إيران الركن الثالث القضاء الذي هو في حقيقة الأمر نتاج وتوافقات هذه الأحزاب أو هذه الدولة الأميرة التي تحكم الإيران الركن الرابع هي الميزانية وهذه الميزانية لا قرأ إلا بعد مرورها بالبرلمان الإيران وهذا البرلمان لو أخذنا الصورة في هذا البرلمان الصورة القصيرة الآن التي تعرضها أمانهم فإن جميع أعضاء هذا أعضاء البرلمان أو دله لمثل جمهورية ملالي إيران ولا يستطيع أن يقدم أو يقوم هذا البرلمان بصرف ثلث واحد على المشاريع البناء ليحتاجها العراق إلا موافقة لحكام طهران فالمشهد الآن الموجود يعني كذلك حتى مقدرات الإيران وليس العملية السياسية الآن الجارية هي السلب الشرية ولكن السلب يعني كل مقدرات هذا الوطن الجريح إذا يعني رأينا إلى الحل الأمثل لكل هذه ليس المطالبة في زوال الرموز فقط من قير أن يكون هناك تقيير جذري يلامس الدستور الموجود الحالي إذن الحل هو مسك الثوار المطالبة بتقيير الدستور الذي وضعه بريمار الصهيوني عندما جاءت القوات الأمريكة باحتلال العراق والأتحيان بتزن جديد على قرار دستور معمول بها في اليابان ودول كومانول وكذلك المعمول بها الآن في تونس يكون أساس فهادة الدستور هو الذي نادى به الإعلان العالمي لحفظ الإنسان وهو الإنسان العراقي نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد عدنان وضحت الفكرة كنت معنا من الكويت شكرا لك للمشاركة فيما تبقى من وقت لدينا رسائل كثيرة حقيقة وحاول أن نقرأها سريعا على النشمي من النمسا يقول تحية كبيرة لقناتكم المحترمة لقد قامر هؤلاء المغامرون على مصير الشعب العراقي فتظاهروا أنهم وطنيون مخلصون وهم عكس ذلك شياطين ركبوا موجة حب البلد ليثبتوا لنا أن قلوبهم على العراق وهم ذيول لو أنتم مكترثون على سيادة العراق لما اتخذتم من إيران وحكامها قبلة لكم من يريد سيادة لبلده فعليه أن لا يكيل بمكيالين فالتواجد الأمريكي قبل هذا حصل وأنتم كنتم في داخل العراق وكانهم أسيادكم فماذا جرى يا ترى الآن إمان النشمي من النمسا أيضا تقول السلام عليكم وحييكم وحيي قناتكم الذي يحصل الآن وما تقوم به إيران وأمريكا متعاونين لتحطيم الشعب العراقي لا حيلة لهم ولا ذنب ولا ذنب لهم بالحصار يارب نصلي أن يخلصكم من هذا الظلم يقول هذه المشورات تؤثر على ثورتنا يعني أكثر من جهة ما ينشرون الذيول هذه المشورات بجهودكم هناك من من ما يسمون بالذباب الألكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي يقومون بالترويج لأمور تخص قضية الأمريكان ودمروا البلد وكذا مستثنين طبعا إيران من هذا الموضوع فهذا الترويج يعني يحف الثوار على عدم الإنجرار له أبو الحسن من بابل يقول السلام عليكم إلى قناتكم الموقرة قناة الرافدين قناة الرافدين أرجو من حضراتكم التطرق لموضوع التقديم بالصفة الجندي على ملاك وزارة الدفاع أحنا قدمنا وطلع الفريق الركني يحيى رسول وتطرق من موضوعنا وقال خلال هذه الأيام راح أسميكم ونخابركم راح تطلع أساميكم ونخابركم يعني أي جيش تبحث لإنضمام إليه أو وزارة الدفاع في بلد تقود ميليشياتي أنا مدى أفهم أبو حسن يا من تهتفون وتطالبون بالثار هل الإمبراطور اليابان كان يصل باليابان إلى هذا التطور لو بقي يثار ويقاوم كذلك منديلا وغيرهم الزمن زمن السلم طيب جاسم من العراق يقول أخوي محمد الغالي أنت بالنسبة لي أخويلي أن أنت عراقي أصيل وتحب بلدك الأمريكان وإيراني يلعبون بالعراق وعبد المهدي يريد يطلع يريد يطلع الأمريكان من العراق على مدى ظل يلعب هو وعمام الإيرانيين الله ينتقم منهم السلام عليكم وعليكم السلام شكرا لك رسالة تقول تحية طيبة لكم وليقناتكم الوطنية وكادرها المحترم الناهب وليس النائب عن كتلة كاذبون وليس صادقون نعيم العبودي يغرد على تويتر بخصوص الأقوبات الأمريكية أن الصعاب تزول بإرادة المواطنين والاعتماد على القدرات الذاتية أي قدرات ذاتية يا نعيم يا ذيل يا ذيل إيران شا عندك بالعراق مصانع تعمل عندك زراعة عندك اكتفاء ذاتي بالبلد عندك طيب يا تسأل يعني ما الذي تملكه لكي تواجه يقول لأحد المشاركين هذا الكذا الكناني تبعي إيراني طيب طبعا مشاهدين الكرام أخبرني الأخوة في الاتصال أن الكناني لم يتصل من ميسان اتصل من إيران تحديدا وكان الرقم إيراني وظاهر ومكشوف أمامهم بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة